بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا هلت الأيام السعيدة والجميلة والمنورة وإحنا خلاص نبتدي خلال الأيام القادمة نستقبل شهر رمضان بس برضو إحنا نفضل بنتكلم عن أصحاب السعادة أصحاب السعادة اللي في الحقيقة ممكن يكون اللي يعملوا مع بعضه خاصة في شهر رمضان هو من أوسع أبواب العبادات لله سبحانه وتعالى احنا سمناهم أصحاب السعادة عشان هم بيعبودوا ربنا والسعيد هو العبد لله سبحانه وتعالى أصحاب السعادة بيكونوا معنا كل يوم سبت والنهاردة هيكون معنا مهارة بنكمل فيها مهارات الاهتمام الزواجي احنا عندنا الاهتمام الزواجي دوت عبارة عن معنى وهو مهارة وهو قدرة وهو ملكة ما حدش بيتولد بيها بس احنا محتاجين زي ما احنا مشينا بنضرب وبنمهر الأزواج فعندنا حزمة مهارات الاهتمام الزواجي النهاردة عن التكلم عن مهارة مهمة جدا جدا من مهارات الاهتمام الزواجي هي مهارة ايه؟ الاهتمام بالمهم عند الزوج والزوجة يعني ان انا اهتم بالحاجات المهمة عند شريك حياتي اللي احنا دايما بنأكد عليها المهارة دي مهارة مهمة احنا بنشوف كتير في برامج موجودة الايام دي بتقدم فقرات بتكون ما بين الزوج والزوجة او ما بين الاسرة ويسألوهم بعض الاسئلة ويكون الهدف منها ان هم يعرفوا هو الزوج والزوجة عارفين بعض كويس ولا لا او افراد الاسرة عارفين بعض بشكل صحيح ولا لا وبيبقى في الحقيقة بتبقى مشكلة ان هم يطلعوا ومش عارفين بعض او بيبقى عنصر اساسي من الاسئلة دي وان كان الفقرة فقرة طرفهية لكن بيبقى عنصر اساسي في الفقرة دي ان هم يعرفوا هم بيحبوا ايه وبيكرهوا ايه وبيهتموا بايه وعشان كده انا دايما بقول ان عشان تكون عارف شريك حياتك لازم تعرف الحاجات اللي هو بيتم بيها وما ينفعش اعرف زوجتي الا وانا لازم اسأل نفسي السؤال المهم جدا جدا حتى لو كانت الاسئلة في البرنامج دي اسئلة رفائية وبنعتبره اسئلة ملاقاش لازمها لكن هي بتسأل سؤال مهم جدا جدا هو مفتاح من مفاتيح السعادة الزوجية انك تعرف زوجتك او زوجك او زوجك تعرفي هو بيحب ايه وبيهتم بايه وتساعده على تحقيقه الكلام دوت مش كلام طرف الكلام ده ده صل بفكرة الاهتمام انا بشوف الازواج والزوجات بيبقوا واقفين عطلانين لان هم مش عارفين ازاي يهتموا بشريك الحياة احنا النهاردة بنعلم المقبينة على الزواج وبنعلم كمان المتزوجين ازاي يهتموا بشريك الحياة بان هم يعرفوا الحاجة المهمة بالنسبة له ويعملوها اكيد كلنا شفنا بعض الاولاد مع الامهات لما الام تطبخ لهم اكلة وولادهم مش بيحبوها فالولاد يقول والدتهم معقولة يا ماما معقولة بقى عندنا عشرين سنة وكل مرة تتفاجئ ان احنا ما بنحبش السمك او ما بنحبش الخبزة او ما بنحبش القلقاس يعني معقولة بقى ان عشرين سنة مع حضرتك وانتي مش عارف احنا بنحب ايه وبنكر ايه كلنا بنشوف ده على انه هزار ونكتة لكن ده مثال بيعبر بشكل واضح عن مدى معرفة الاهل بالاولاد واكيد كمان بيعبر عن معرفة الازواج بعضهم ببعض فمعرفة شريك الحياة بيحب ايه وبيكره ايه ده شيء مهم بلا شك لانه بيزرع معاني من معاني المشاركة والشعور بالالفة والانتماء في قلب شريك حياتك لما تلاقيه عارف ابسط الحاجات اللي انت بتحبها وعارف ابسط التفاصيل وتكون مش مضطرف كل مرة ان انت تقوله انك بتحب ايه او بتكره ايه على سبيل المثال الزجرة تكون عارفة ان جوزها بيحب اكلة معينة بتتطبخ بطريقة معينة ايه اللي حاصل ايه اللي حاصل شوف حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة كانت عارفة ان حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ايه بيحب اللحم المختلق اللي بيكون متصد بالزراع فايه اللي حاصل فوزعت الشئة كلها وابقت الكتف للرسول الله صلى الله عليه وسلم فاكرين الحديث لما قالت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت كلها لم يبقى الا الكتف فقال لها بقيت كلها الا الكتف فيعرف تفصيلة مهمة ان حاضرة النبي بيحب هذا النوع يبقى ايه اللي حاصل لما شريكة الحياة لما الزوجة تكون عارفة ده بتحسسوا انه هو انه هو محل اهتمام يبقى والولاد بيحبوا كمان ان امهم تكون عارفة الكلام ده بشكل صحيح ولازم الزوجة يكون كمان عارف ان زوجته مثلا ما بتحبش تنام في النور في ايه اللي حاصل ولا بتحب تنام في الصوت العالي اللي جنبها فيطف النور وما يخليش حد يعمل ازعاج او هو لما ييجي يمشي يمشي بالراحة عشان ما يقلقش زوجته وكمان لما الزوجة تبقى عارفة ان زوجها مشغول وبقاله كتير ايه اللي حاصل ما زرش اهله فتروح هم تزورهم وتعتذر بالنيابة عنه عشان هو مشغول ويمكن تشجعوا على ان هم يروح لهم ويخصص لهم وقت عشان يروح وفي نفس الوقت لما الزوج يكون عارف ان زوجته بتحب ان هو يروح معها لأهله بس هو مشغول قوي فبقى ايه بعد ما هي راحت لأهله راح محصلها عندهم وعشان يسلم عليهم وكمان ياخدها ويرجعها البيت كل الحاجات دي على قد ما هي تفاصيل صغيرة لكن بتخلي الزوج والزوجة يحسوا ان هم محل اهتمام حبيبهم وزوجهم وزوجتهم وتعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام باللي بتحبه زوجاته شوف حضرة النبي كان عارف ان السيدة خديجة الكبرى عشرية وتحب الناس قوي وهي من ألطف خلق الله في العلاقات علاقاتها ما تتقطعش فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بداه حتى بعد ما السيدة خديجة انتقلت الى الرفيق الاعلى فكان لما يصنع طعام يقول اللهم هالة مين هالة دي؟ صحبة السيدة خديجة لسه عارف هي بتحب ايه فبيرضيها حتى وهي عند الرفيق الاعلى ايه اللي حاصل؟ بيرضيها لانه عارف هو بيعمل كده ليه؟ اه بيعمل كده عشان ده بيحبه السيدة خديجة ويوصل لها ان حضرة النبي مازال على حبها بس كمان بيعلمنا ان احنا نعتم باللي بتحبه شريكة حياتنا نفس الكلام مع السيدة عائشة كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عارف هي بتحب ايه؟ فكان يخليها تشاهد لعب الاحباش وكمان يشاركها المشاهدة دي او يسابقها ويشاركها المسابقة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان عارف ان هي بتحب كمان اللعب بيه اللي احنا ممكن نسميه في الوقت بتاعنا ديها تلعب الاطفال فكان يكمان يقول لها ان دي تقول له ايه يقول له ايه ده فتقول له افرس سليمان فرسول الله يشاركها ده بعض الناس بتظن ان كفاية ان انا اعرف شريك حياتي بيحب ايه وبيكره ايه لا ده مش كفاية انا لازم جزء من ده ان انا اشاركه حبه ده للاشياء دي واحسسه بان هو مش بيعمل حاجة هايفة لكن انا احسسه ان اللي بيعمله ده شيء ليه اهمية بنام بيسعده فهو مهم عندي لان هو بيسعده فاشاركه فيه وكمان مفيش مانع ان انا اتعامل مع الاشياء دي بوجهة نظر ومش بوجهة نظري انا ولعل بعضنا شاف الزوجين اللي كانوا بيحتفلوا بحصول الزوج على الدكتوراه بعد ما اصبحت عندها احفاد وشاف قد ايه زوجها كان بيدعمها وقد ايه دوة وصل لقلوب الناس عشان هو كان بيعمل لها وبيوصلها وبيدعمها في اللي بتحبه وكلنا كمان شفنا الزوجة اللي بتوقف جمي جوزها عشان يطور من نفسه فكل ما نشوف اعلان عن فرصة عمل او منحة دراسية بتعمل ايه تقدم له فيها ليه طيب عشان عارفة ان هو عايز يتقدم في حياته العملية فبتساعده ده احنا شفنا كمان ان الزوجة لما تكون عارفة ان زوجة مش بيحب مثلا اللون الاسود فلما تجيب له هدية تروح ما تتجنبش ما تجيبش ما تروحش ناحية اللون الاسود لكن في نفس الوقت تلاقي واحدة وتروح تقول له زوجة طب واي يعني ما تلبس اسود يا اخي ده الاسود ده قيم هو يحس ان ايه الدنيا اسودت في عينيه فيه حد مش عارفه خالص ومش عارفه وبيضغط عليه في حاجة هو ما بيحبهاش واهم شيء ان الاتنين يقدروا الاشياء البسيطة اللي بيحبها كل واحد فالزوج يزيب زوجته تشوف المسلسل اللي بتحبه وما يطلبش منها حاجة في الوقت ده وهي في نفس الوقت لو هو بيشاهد ماتش ما تحاولش ايه اللي حاصل تكلمه عن مشاكل البيت وتحاول تيجي قصاده وتخليه تعكر عليه مشاهدته يا جماعة الحيات دي مش تفهة الحيات دي كلها بتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو انت لقى اخاك بواجه انطلق الحكاية هي ان انت تحسس اللي قدامك ده ان تفاصيله مش تفهة وان انت ايه اللي حاصلت حاسس بكل المشاعر اللي بيعيش بيها يبقى لازم نعرف ان السد مهما كبرت جواها طفل محتاجة الدلع والدعم والاهتمام وكذلك الراجل مهما كبر جواه طفل وبيحب ان حد يهتم به ويشاركه اهتماماته حتى لو كانت اهتمامات لعب وعشان كده هناصر المهارة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هنقولها بسرعة العنصر الاولاني ان الواحد يبقى حريص على معارفة اوقات الفرح والسعادة بتاع حبيبه وزوجه او زوجته يبقى عارف الاوقات اللي بيبقى سعيد فيها وما فيش مانع على فكرة ان هو يدون الاوقات دي ليه عشان ما ينساش فيبقى عنده ديوان فرح حبيبي فيبقى عارفه ديوان فرح حبيبتي يبقى عارفها ليه ودوات ممكن يكون تجلي من تجليات قولي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخط حضرت النبي مذاكر السيدة عائشة مذاكرها ليه عشان يعرف لما تكون راضية يقول لها ايه فتحس انه يفهمه ولزاك لما قال لها كده صلى الله عليه وسلم قال لها اذا قلت لا وربي محمد كنت عني راضية واذا قلت لا وربي ابراهيم كنت عني ساخطة فإيه اللي حاصل فكده عرفت انه يعرف إيه اللي حاصل يبقى ديوان اول سلوك واول جزء في اول عنصر من عناصر مهارة انه تعرف المهم عنده حبيبك وزوجك او زوجتك إيه اللي حاصل يبقى اول حاجة تعرف اوقات السعادة بتاعته اوقات الفرح الحاجة التانية انك تعرف التفضيلات بتاعته هو بيفضل ايه يعني بيفضل ايه من الالوان بيفضل ايه من الاوقات بيفضل يمشي الصبح ولا يمشي بعد الظهر بيفضل ايه التفضيلات دي كمان مهمة جدا جدا عشان تقدر تفهمه الحاجة التالتة ان انت تعرف ترتيب القيم بتاعته الراجل مثلا في بعض الاحيان بيبقى قيمة المسئولية والاسرة وبعض الاحب فانا عارف كده فما نزعجش لما لقيه مهتم جدا جدا بكل حيات تتعامل في وقتها او الزوجة مثلا لو هي بالفكشانست برضو يكون ترتيب القيم بتاعته فما يجيش يقولها فين الكلام لا هو يبقى عارف ان دي تفضيلات عندها ودي ترتيبات القيم عندها يبقى اول حاجة اعرف اوقات الفرح والسعادة تاني حاجة اعرف التفضيلات بتاعته تالت حاجة اعرف ترتيب القيم رابع حاجة اعرف ترتيب اولوياته ان هو عنده من اولوياته ان هو يقرأ القرآن في الساعة دي او يدعي في الساعة دي ما جيش أنا أقول له إيه طب ما تعمل الحاجة الفلانية هو من أولوياته ده أولوياته إنه هو يدعي في الساعة دي لإنه يا ساعة إيجابة يبقى خلاص أسيب ويدعي مش لازم أقول له ما تيجي نصلي مع بعض يا أخي سيبه دلوقتي هو دي أولوياته دلوقتي خامس حاجة لازم أستمع له باهتمام عشان أعرف أسباب إعجابه بالحاجة الفلانية حتى لو أدى ذلك لأن أنا إيه أسأله إنت أعجبت بدليه يبقى إذن عندنا خمس حاجات بتوصلنا إن أنا أهتم بالمهمة عند شركة الحياة أول حاجة أعرف أوقات الفرح بتاعته والسعادة تاني حاجة أعرف تفضلاته تالت حاجة أعرف ترتيب القيم عنده رابع حاجة أعرف أولوياته خمس حاجة أستمع إليه باهتمام ويا سلام لو إن أنا قدرت أعرف لما بيعجب بحاجة بيعجب بحاجة لي أنا كده مهتم به طب نعمل إيه عشان ننشط مهارة إيه؟ مهارة الاهتمام بالحاجات المهمة عند شريك حياتي أول حاجة أفاجئ شريك حياتي أفاجئ زوجتي أو زوجي بإيه؟ ببعض العداية البسيطة اللي منها أشياء بيحبها ويكون حاسس إن أنا مش أخذ بالي منها ولو إن الزوجة بتعمل كده وتجيب له حاجة بسيطة حتى لو الشوكولاتة اللي بيحبها حتى لو إن بتجيب له الألم اللي بيحبه حتى لو بتجيب له الأوراق اللي بيحب يكتب عليها حتى لو تجيب له الكتاب اللي هو في مرة قال إنه هو بيحب قصة معينة ده بيبقى دي أثر بالغ في نفس الحبيب وشريك الحياة تاني حاجة إحنا كمان قربنا على عيد الأم أحسن هداية ممكن نقدمها لزوجة هي إنك تكون بر بأهلها وأحسن هداية تقدمها لها تقدمها لزوجتك إنك تكون بر بأهلها وتساعدها على بره وأحسن هداية ممكن تقدميها لزوجك إنه تساعديه إنه يكون بر بأهله وإنه هو كمان يا سلام لو تقدم له تقدم لحماتك أو تقدم لأهله هدية كمان بتبقى ده حاجة رائعة وإحنا عندنا قاعدة بتقول أقرب طريق لقلب شريك حياتك أهله بيوصلك لقلبه على طول تالت حاجة الامتنع عن الكلام السلبي أو التريقة على الحاجات اللي بيحبها شريك الحياة وبينلاع عليكم ممكن نمتنع من القلش على الحاجات اللي بيحبها شريك الحياة الحاجات اللي بيحبها الزوج أو الزوجة ما ينفعش كده ما ينفعش إنه إحنا نعمل الكلام ده تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل اهتم بالحاجات اللي بتحبها السيدة عائشة مهما كانت صغيرة وإيه اللي حاصل لدرجة إنه كان بيهتم إنه هي عارفة إنه هي بتحب إنه تكون مماثة دايما للرسول الله فكان يعمل إيه حضرت النبي يشوف الاهتمام بالتفاصيل يقول لها أنت شربت منين فتقوله من هنا فحضرت النبي يروح شارب من نفس المكان اللي شربت منه آه يبقى الكلام ده مهم جدا الحاجة الرابعة اللي إحنا ممكن نعملها وتخلينا يظهر منا اهتمامنا بشريك حياته إن إحنا نحترم شريك حياتنا وما نمنعهوش عن ممارسة هواياته بالعكس نسعده ونيسر له إنه يمارس هواياته ويبقى لنا في رسول الله أسوة حسنة لما سابق السيدة عائشة وكان يمارس ده معها لأنه عارف إن هي بتحب الانطلاق وتحب هذه الرياضة يبقى رسول الله أسلام عمل كده معها وشاركها كمان لما نعمل الإجراءات دي زي ما قلنا كده الإجراءات دي بالترتيب كده أول حاجة في الإجراءات ده التي نعمل إيه؟ ببساطة خالص نهتم عشان نهتم نبتدي بإجراءات مهمة أول حاجة نقدم هدايا بسيطة نفاجئ شريك حياتنا بهدايا بسيطة تحسسه بده كمان نساعده على إنه يعمل الحاجات في المناسبات الحلوة دي الحياة اللي بتشرح قلبه زي بره بأهله والكلام اللي يتعلق بده تالت حاجة نتوقف عن الكلام السلبي عن هوياته يا سلام كمان لو إنه نحن نشاركه هوياته ونمارسة معاه ساعتها هنقدر نوصل إلى قلبه ونقدر كمان نعيش معاه حياة مليان اهتمام ومليان حب لإني من أهم أضلاع الحب الاهتمام على فكرة الاهتمام مفتاح عجيب لقلوب الأحبة وقلوب الأزواج والزوجات إن الاهتمام بيحسس الإنسان إنه بيتسقي وإنه ما بيتبلش وإنه لسه ريحته فيه وإنه لسه جماله بيتلقلق كل ما تهتم بزوجتك وكل ما تهتم بزوجك تحسي وكأن دب فيهم الحياة من جديد الاهتمام هو اكسير القلوب هو المعنى اللي بيخلي القلوب تتألق وتحس إنه موصولة بأسرار واجعل بينكم مودة ورحمة يا رب رزقنا المدد والتوفيق إن نحن نكون مهتمين بالأشياء اللي بيهتم بيها شركاء حياتنا ويا سلام لو شرحت يا مولانا قلوبنا عشان نحبها ونشاركهم الأمور اللي بتفتح أبواب السعادة علينا جميعا يا رب العالمين أكرمنا بأن نكون من المهتمين بما يهتم به شركاء حياتنا ونساعدهم على أن يدخلوا إلى ساحة وسعك إلى ساحة السعادة وندخل معهم ونحن يمسك كل واحد مننا بيد الآخر ليدله عليك من باب الحب يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي عشان نجاوب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم مباركة وتظل جسر وتظل جسر منور يفتح أبواب مجالس العلم ونستمر في حضرة مولانا سبحانه وتعالى على الدوام معنا أول سؤال النهار ده أول اتصال معنا من الأستاذة هويدة من ده منهور تفضلي يا أستاذة هويدة أستاذة هويدة عليكم عليكم السلام عليكم وتفضلي كل سلام حضرتك طيب وحضرتك طيبة وكل أهل ده منهور بخير وبصحة وبسلام كل أهل مصر بس حضرتك أنا كل ما نذكر الله في الأسقاء من التاوب من التاوب كثير مش عارف السبب ده بتحصل الحكاية دي على طول أقول لك السبب في سؤال تاني ده بتحكيره طيب السبب ده جتير بيحصل كلام ده وبالتجربة أهل الله قالوا فيه ثلاث أسباب السبب الأولاني أن ده قال بذكر الله تطمئنه القلوب وأنه عايس على فكرة أحد علامات أن الواحد في حالة أمان وده لي على ذلك لما الواحد بيكون في حالة الترب بيحصل إيه لما الواحد بيكون في حالة الترب ما معرفش ينام فالإنسان لما بيحس بأنه هو اطمئن بأنه قدر يتخطى وبقدر يذكر بيحصل له هذا النعاس فده أول علامة إيه ده يعني مش دي علامة إن أنا بكره الزكر أو الزكر تقيل على قلبي أو إن ربنا مش حبيبني إن أنا أذكر لا مش علامة لده يبقى أول حياة التساؤب بيكون ده دليل على ده العمر الثاني ده دليل على إن أنا إيه اللي حاصل إن أنا ما زلت حتى الآن نفسي بتتحرك نفسي الأمارة بسهو بتتحرك وأنا محتاج إن أنا إيه؟ محتاج إن أنا أتجاوز فكرة المتوبة دي وأمشي وماهتمش بيها بعد كده هتروح حاجة اللي بعد كده إن أنا بحب أوقات كتيرة أكون ما بغير ما بحبش أغير نمط حياتي يبقى بحب إن أنا نمط حياتي يبقى ثابت وممتغيرش والذكر ده بيغير أشياء كتيرة جواه فيبقى المعاني التلاتة اللي قالوها أهل الله معاني كلها بتقول إن أنت محتاج إن أنت تستمر ومتقفش يبقى استمري ودوت ما عقفوش أي علامة لإن بعض الناس أخدوا على إن دي علامة على إن في جن هو اللي بيمنع الإنسان من الزك لإن أنت لما بتذكر بتدايق الشيطان ومتدايق الجن فبيخليك إن أنت هو موجود عندك تتساقب عشان ما تذكرش الله لإن أنت بتذكره بلسانك على فكرة حتى لو عملت كده بقلبك برضو هيحصل لك الكلام ده يبقى إيه المعنى؟ المعنى استمري في الزك وما تخديش في بالك واستمري وما تقفيش عن الزكري أبدا بالعكس لما يحصل لك ده لما تعتدي على الزك هيبقى الزكري دوت هو أفضل أشكال ليقظ المنورة فيه يقظ أسماء ليقظ المنار إن أنا تيقظ كده فأرى النور حولي الزكري إن شاء الله يكتب لك هذا المعنى إن شاء الله السؤال الثاني عندنا أستاذة باسمة من الشرقية أستاذة باسمة أستاذة باسمة طيب أستاذة باسمة لو إن أستاذة باسمة لو هي مش معنا تسود بينا لو سمحت مرة تاني أستاذة مونة من القاهرة موجودة؟ ألو ألو استاذة مونة أيوة تفضل يا أستاذ مونة عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته تفضل يا فاندر أنا يعني أنا في الساعة وهولي بالأزوجة يا ربنا إن شاء الله ده ما شاء الله ده يجي عشان يستابل معنا رمضان يبقى مبارك إن شاء الله مبارك وربنا يحفظك إن شاء الله ويجعلها ساعة سهلة يسيرة مليانة بلطف الله سبحانه وتعالى أنا كنت عايزة أسأل يعني تفضلي ينفع أنا لو ستر مضان جوجي حبي يطلع لتنويس بدل اليوم إنه مصر ينفع ولا لأ لا ما تطلعيش فلوس إنت لما تخلصي بقى تخلصي تخلصي نفاس وتخلصي بعد كده كمان رضاع لو إنت هتردعي لما تخلصي بعد كده وتقدر وأطب يقولوك أنت هتقدر تصومي بعد ما تنتهي من ده صومي وصومي على وصومي اتنين وخميس لغاية ما تخلصي ده لكن أنت ما ينفعش تطلعي فيديا لأن أنت من أهل الصيام أنت دخل في قوليه تعالى إحنا عندنا قسمين فما أن كان منكم مريضاً أو على سفر في عدة من أيام أخر أنت في ده مش في التانين اللي هو إيه وعلى الذين يطيقونه فيديا لا أنت في دول في الأولين إن أنت عليك الصيام تصومي أيام تانية يعني بعد ما تخلصي الحال اللي أنت فيها دي اللي هو حال النفاس وتخلصي كمان لو أن أنت في الرضاع مش هتقدر تصومي بخلاص بعد ما تخلصي ده تعملي إيه بعد كده تقضي الأيام اللي عليك واضح؟ لكن أنت ما تتفعيش فيديا أستاذ الشريفة من سواج تتفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا شيخ؟ فضل ونعمة الحمد لله كل سنة أحدك طيب وحضرتك طيب ربنا أخليك تبايل يا شيخ وعندي سؤال تفضلي إيه حكم الشخص المشاحن يعني لو أنا أحد رجل مني مشاحن إيه حكم التعامل معي ولا حاجة ولا حاجة حكم التعامل معاه أبدأ بالسلام وأحسن إليه لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خيروهما الذي يبدأ بالسلام حتى لو هو مشاحن حتى لو هو مخاصم أنا أبدأ بالسلام وأحسن إليه هو ده حكمه ليس الواصل بالمكافئة ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها تعملي الكلام ده وتتخر رمضان كده بالنور وبالبركة وبالفضل قلبك يتسع لا إنها في حتى رمضان بتنزل زي الفض على قلبك إن شاء الله نعم يبقى إيذن أستاذ شريفة حوالي زي دي الإنسان بيستجيب فيها النفس والأمره بالسوق فنفس تقوله إيه ما هو غلطان وإنت برضو لازم ما تسمحلوش بكده الأحسن ما هو يعتد بده وأنت كده بتعاونوا على المعصية لا أنت بتعاونوش على المعصية ولا حاجة لأن العهد الذي بيننا وبين الله أن نطيع الله في من عصى الله فينا يبقى إيه اللي حاصل القاعدة بتقول أن نطيع الله في من عصى الله فينا هو شاحن هو قاطع لا أنا أبقى واصل ليس الواصل بالمكافئ الواصل بالمكافئ إذا واصلني أنا أصله إذا هو قطعني أنا أقاطعه لا دعا مش الواصل ده ولكن الواصل ومين من إذا قطعت رحمه ووصله وإن شاء الله ربنا يعينك ويجعلك من أهل الخير والتوفيق ويريح بالك ويحمل عنك أحمالك ويجعلك من موفقات ويشرح صدرك إن شاء الله ويجعلك من أهل الإقبال على الله سبحانه وتعالى ويجعلك من أهل المدد اللي يعينك به على كل طاعة منها كزم الغيظ وكمان بدء الناس دايما بالمعروف أستاذ عبد الرحمن يتفضل السلام عليك يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مريض والدكاتر أقول لي ما تصومش يلا توكر على الله وإن شاء الله ربنا يكتب لك الثواب طيب ومش أقدر أعوض أقول لك ما تصومش خالص الدكاتر أه مش أقدر أعوض طيب الفيديا كام؟ وأنا ما عرفش حد ممكن أديها للجمعات الأهلية؟ ممكن تديها طيب كام في اليوم؟ كان آخر رقم كان عاشرة جنيه بس أظن الآن هتزيد وممكن تصل إلى 15 جنيه يبقى إيه اللي حاصل؟ هتطلع عن كل يوم هذا الرقم وتنفع تديلي جمعيات تنفع تديلي جمعيات وهم عندهم كثير من الجمعيات عندهم ده عندهم فضية الصائم فيجوز أنت تطلع عن كل يوم هذا الرقم إن شاء الله إذن يا سادة إحنا النهاردة كان عندنا مهارة مهمة جدا من مهارات الاهتمام الزواجي يا مارتي إن أنت تعرف الحاجة المهمة واللي بيحبها حبيبك وتعملها ومش بس تعملها وتمارسها معاه مش بس وتمارسها معاه كمان تخليها جزء من حياتك كل ما تعمل ده كل ما تمشي على ده كل ما حبيبك كل ما زوجك كل ما زوجتك تحس بأنها هي بقت حياتها بتدب فيها الروح وحياتها بقت أجمل وحياتها بقت أصفى وكمان المشترك يزاد بينكم وحبل الله المتين والعقدة اللي بينكم تزداد تماسك وتزداد إيه؟ وتزداد نور وبركة بالرحمة والموادة اللي عايز يبقى ودود وعايز يبقى رحيم وعايز يبقى سكن لأهل بيته لازم يكون مهتم بالحاجات اللي بيهتموا بيها ويحب اللي بيحبوه لو قدر وإذا ما قدرش يهتم بيه ويعمله بقلب صافي وباهتمام عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل أيامه سعادة ويكون هو مفتاح السعادة ويوسع على بيته ويوسع على أهله وهم الانين يدخلوا في حضرة مولانا فيسكب على قلوبهم من جمال ونور تجليه على البيوت اللي هي بتتسمى استلاحا السعادة من عند الحبيب الأجل يا رب العالمين اجعل بيوتنا كلها بيوت أهل السعادة واجعلها قبلة للسعادة والهنى والصفاء والمودة والرحمة يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة